مشاهدين نجدد الترحيب بكم في هذه الحصة الإخبارية على قناة الأخبار المغربية أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا ووزيرة شؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية السيدة أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء ولأول مرة مباحثات تمت عبر تقنية الاتصال المرئي أشاد خلالها بمحتوى الرسائل المتبادلة بين فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فولتر شتاينماير وصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أكد فيها على المصلحة المتبادلة في تأسيس شراكة جديدة بين البلدين المباحثات كانت مناسبة على الخصوص للاتفاق على إعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية وعلى إطلاق حوار جديد يهدف إلى تجاوز سوء الفهم الطرق وكد تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه وعلى ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات وبانخراط جميع الفاعلين للوقوف عند فحوى هذه المبحثات والسياق الجديد الذي يحكم العلاقات المغربية الألمانية وآفاق تعزيزها وتطويرها يسرنا نصديف اليوم ضمن فقرة ضيف المساء المحلل السياسي عبدالفتاح نعوم دكتور مرحبا بك أهلا وسهلا سيد بغيت مرحبا دكتور هناك مباحثات كرست الإطار الجديد الذي بات يحكم العلاقات المغربية الألمانية كيف ترون هذا الإطار الجديد؟ هو إطار يرتبط مباشرة بالمرحلة الجديدة التي دخلتها العلاقات المغربية الألمانية بعد سوء فهم وهذا السوء الفهم كان من جانب الألمان في الحقيقة وتقييم غير منطقي وغير دقيق وغير سليم لمجموعة من الأحداث ومجموعة من المعادلات التي انرسمت منذ نهاية سنة 2020 الآن هناك عودة إلى العلاقات بشكل طبيعي وجيد هناك موقف أعلانه الألمان بخصوص تأييدهم للحكم الداتي كمقترح عملي وجدي ومنطقي لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء هناك اتصال مباشر بين فخامة رئيس الجمهورية الألمانية وبين جلالة الملك محمد سليس حفظه الله الآن هناك اتصال هناك بين وزير الخارجية المغربي وبين وزير الخارجية الألمانية هناك سلسلة من الأحداث المتتالية المترابطة بين البلدين تؤكد أن هناك تطابق الآن في وجهة النظر هذا من ناحية الأحداث في حديداتها من ناحية الاستراتيجية في التوقيت دلالة التوقيت التي تعود فيه العلاقات بهذه الطريقة وبهذا الزخم وبهذا الشكل مرتبطة مباشرة بما يجري في القارة الأوروبية وبما يجري في غرب أفريقيا وفي القارة الأفريقية لأنه إذا عدنا مثلا إلى الموقف المؤلن من الخارجية الألمانية والذي دشن هذه المرحلة الجيدة أو هذه العطافة كان الحديث على أنه ألمانيا تتمسك بالشراكة مع المغرب كشريك وكحليف موثوق وكشريك وكبلد الشراكة معه أساسيا للدخول إلى القارة الأفريقية لا يمكن الذهاب إلى القارة الأفريقية دون أن تكون الذي شراك مع المغرب إذن الألمان فهموا بعد سوء الفهم وبعد كل الحسابات المغلوطة التي كان قد انجروا إليها بسبب مجموعة من تداعيات لعبة فيها الجيران لعبتهم الأساسية كان هناك حتى يعني لعب للإسبان ولجزء من الإسبان بشكل أساسي الآن عادوا إلى جدة الصواب لماذا؟ لأنه المغرب الآن يشرف على أهم مشروع سيكون فيه له السيادة والرياضة على المستوى الطاقي يعني السيادة الطاقية والرياضة الطاقية ليس مجرد الحديث عن جسر ينقل غاز نيجيريا من نيجيريا إلى القارة الأوروبية وإنما الحديث عن ربط طاقي بين دول غرب القارة الأفريقية يعني 12 دولة مرتبط بالتنمية، مرتبط بالكهرباء، مرتبط بالهيدروجين مرتبط بالقضايا الأساسية التي ألمانيا لديها فيها الخبرة على مستوى البنية التحتية يعني يجب أن نعرف أن البنية التحتية الألمانية هي التي تنقل كل الغاز وهي التي توزع الغاز الغاز على القارة الأوروبية إذن هذه الشراكة هي شراكة آتية من ما يحدث الآن في القارة الأوروبية من اختبار للقوة يجري الآن لأنه كل ما يحدث الآن في القارة الأوروبية من تنافس روسي أمريكي تنافس بين روسيا وبين الناتو في القارة الأوروبية هو اختبار للقوة عنوانه البارز هو ما يجري داخل الاتحاد الأوروبي من تحولات ما يجري داخل الاتحاد الأوروبي من معادلات تكشف عن قوى جديدة تحت مستوى الاتحاد الأوروبي وأنا تكلمت ميران عن هذا الموضوع أنه الاتحاد الأوروبي لأن هناك مجموعات أخرى قوى أخرى معادلات أخرى يجري الإفراج عنها داخل الاتحاد الأوروبي ما يجري هناك وما يجري هنا الربط فيه والعقدة التي تطلق فيها كل هذه التحولة بين القرى الإفريقية والقرى الأوروبية هو هذا البلد هذا البلد المغرب الذي تمكن بفكرة بسيطة تمكن بشاركاته تمكن بذكائه الاستراتيجي لدى قيادته العليا من أن يجلب القوى العظمى مثل مثلا الآن نتحدث عن ألمانيا إلى هذا المفهوم الجديد نعم دكتورة اشترتم إلى قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين على خصوص يعني البلدان الجنبان اتفق آخر بعد هذه المباحثات السيد بوريطة وسيدة بايربوك اتفق على إعطاء نفس جديد للعلاقات التنائية ما هي المجالات التي يمكن البناء عليها للدفع بهذه العلاقات والمغرب الآن رائد في مجال الطاقة والآن الموضوع الرئيسي شوف أخي عبد المغيط الموضوع الرئيسي الآن لسياسة الدولية موضوع البيئة وموضوع الأمن موضوعان أساسيان حينما نتكلم عن البيئة عصب البيئة والقضية الأساسية في موضوع البيئة هي التقال الطاقي الانتقال من النفط لأنه منذ كيوتو ومنذ 91 وهو الحديث الآن في الصناعات العالمية في السياسة الدولية بين الفاعلين بين كل قوى الدولية هو كيف يمكن أن نضمن انتقالا طاقيا سلسا يجعلنا ننتقل من النفط إلى الغاز وإلى المصادر الطاقة الصديقة للبيئة التي ستجعل العالم يتفادى ويهرب من مصارات الإضرار بالكوكب التي قد تنهي الكوكب هذه الفلسفة المغرب يعمل عليها بجد وبنشاط ما الذي يعنيه أنه المغرب الآن يمتلك أهم حقول إنتاج الطاقة الشمسية المغرب يمتلك أهم حقول إنتاج الطاقة الهوائية في الأقاليم الجنوبية الآن المغرب يشرف على أهم خط أنابيب غاز سينقل الكهرباء والطاقة الهيدروجينية على أهميتها الفائقة إضافة إلى الغاز من قلب إفريقيا إلى القارة الأوروبية ربط ليس فيه الاستعمال فقط وليس فيه البعد الأداتي وإنما فيه البعد التنموي حاضر والطراف عن شعوب القارة الإفريقية وربط التنمية وقضاياها اليومية والاجتماعية والإنسانية بهذا المشاريع ماذا يقول هذا بالنسبة للألمان؟ يعني هذا بالألمان لأنه أيضا لديهم نفس الألمان لديهم نفس الهواجز في أوروبا هناك طلاق المغرب مع ألمانيا على هذه النقطة لأن ألمانيا تأتي في مفترق طريق بين الروس وبين الأوروبيين بين الاتحاد الأوروبي وتقوم بهذا الدور منذ زي من سنة دل كل هذه التحديات وكل هذه الفرص للتعاون والتنمية يعني كيف يمكن اليوم تحصين هذه العلاقات العلاقات المغربية الألمانية تحديدا والعلاقات المغربية الأوروبية تحصينها من أي تشويش أو مطبات قد تحدث؟ أعتقد أنه الاقتصاد يقوم بعمل أساسي في العلاقات بين الدول وحينما تنضج العلاقات بين الدول يتم فصل أولا التعاون والتعاون الاقتصادي والتنمية وهذه القضايا فصلها عن أي نقاشات أخرى فيما يتعلق بالسياسة لكن الجميل الآن في العلاقات الألمانية المغربية وأنه بعدما عادت إلى جدة الصواب عادت بشكل صحيح كان موقف ألماني واضح وصريح مؤيد للحكم الداتي مؤيد للحقوق المغربية في الصحراء المغربية مؤيد للقانون الدولي مؤيد للمصار الأممي مؤيد لكل هذه النقاط وفي نفس الوقت كان هناك قدر من التعاطي الدبلوماسي مثلا حتى الألمان الآن يقومون بشكل دؤوب بشكل مباشر يشتغلون حتى على تدقيق من الصفراء الذين يمكنهم أن يكونوا صفراء في المغرب ويؤدون أداء جيد دبلوماسي من أجل تحصين هذه العلاقات من أي انزلاقات مستقبلية لأنه ما معنى أن تقوم ألمانيا لعودة بهذه الطريقة إلى العلاقات مع المغرب وتجد أنه المغرب بلد مسؤول يؤمن بالحوار يؤمن بالديبلوماسية يؤمن بتصحيح الأخطاء يقبل من يريد أن يصحيح الأخطاء وهذه رسالة الجيران أيضا من يريد أن يصحيح الأخطاء ويدهب إلى ما ينفع الشعوب وما ينفع وقضايا الأساسية والجوارية سيجد بلدا لديه تقاليد ديبلوماسية تقاليد عريقة يفهم جيدا لغة الحضارة ولغة القيم ولغة الأشياء العميقة وأيضا يفهم لغة المصالح والتنمية ومصالح الشعوب الذي سيحصن هذا العلاقة ويحميها هو الاشتغال على تأثية الأجواء الديبلوماسية بهذه الطريقة والألمان واعن بذلك وإلا لما كان الألمان قد أخذوا خضرا من الوقت لكي يختاروا أفضل سبل ديبلوماسية بما فيها قلت الآن يعني يجري الآن في ألمانيا اختيار لأفضل يعني من سيكون هذا هو النقاش الآن الدائر عند الألمان من سيكون السفير الأفضل لألمانيا في المغرب الذي بإمكانه أن يحصن هذه العلاقات وهذا ما يعكس جدية الألمان في الموضوع نعم دكتور خلال مباحتة السيد بوريتا مع وزيرة الخارجية الألمانية يعني تم الاتفاق على الدفع وأهمية والمصلحة المشتركة في الدفع بالعلاقات التنائية في ذلك التحدية المطروحة يعني كيف يمكن خصوصا بمرحلة ما بعد كورونا يعني في نظركم أين تتمثل هذه التحديات وكيف يمكن مواجهتها هي التحديات الآن الأساسية المرتبطة بأثار كورونا على الاقتصاد العالمي الآن العالم كله يشهد أثار بما المرحلة الثانية أو الثالثة فيما يتعلق بالأثار الجانبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وخصوصا تأثير أو تأثر مجموعة مثلا من سلاسل التوريد في العالم بالأثار التي جاءت أثارت يعني كورونا على الشركات الكبرى في العالم لاسترد وتصدير على سلاسل التوريد على اقتصادات دول العظمى أيضا هناك الآن ما يجري الآن من توطر أمني وجيوسياسي في القارة الأوروبية أيضا له تأثيرات كبرى على الاقتصاد وعلى مجموعة من الملفات والقضايا وعلى قضايا التعاون وتفاهم القوى الكبرى في العالم هذه مجموعة من المنزلقات مجموعة من المشاكل التي تؤثر على مجموعة من القضايا لكن أعتقد أنه مثلا المغرب إذا أخذناه على سبيل المثال قام بتأمين جبهته الداخلية بشكل كامل فيما يتعلق لا بالمستوى المؤسسي لا على مستوى إنضاج المقاولات المغربية لا على مستوى توفير البيئة المؤسسية والقانونية السليمة لاستقطاب الاستثمارات الكبرى والأجنبية وتفاعل معها بل وتطويرها وتبيئتها وتوطينها إلى القدر الذي جعلناه في موضوع اللقاح كورونا كيف أنه كان بعد أشهر بعد ما كان المغرب يستورد اللقاح الآن يصنعه هذه دروس الألمان في علاقتهم بالمغرب يعني مستوعبون لهذا البعد عند المغرب ويتفاعلون ما هو على أساس أنه شركة رابح رابح والدهاب صوب تصفية وتحييد المخاطر عن المكاسب يحتاج ربما بعض الوقت لكن المهم هو أنه الطريق مرسوم بشكل صحيح وبشكل سليم ويمضي إلى ما ينبغي أن يمضي إليه القطار في النهاية نعم سنعم خلال الأسبوع المقبلة سيتم تحديد الخطوط العريضة للرامي إلى تجديد وتعميق الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المستقبلية الإقليمية الشاملة يعني في نظركم كيف يمكن أن تكون هذه الملامحة وملامح هذه الخطوط العريضة أولا أساسا هناك اتفاق الآن بين الألمان وبين المملكة المغربية قوامه هذا الاتفاق وأنه هناك التقاء للرؤى أو تطابق للرؤى لوجهات النظر بخصوص عدد من المفات يعني إذا تطابق الألمان مع المغرب على القضية الجوهرية بالنسبة للمغرب في سياسته الخارجية والداخلية هي قضية مغربية الصحراء إذا كان هناك تطابق في الرؤية بين هذه القضايا هل سيستعصي على الألمان وعلى المغرب أن يتطابق أو تتطابق وجهة نظرهم بخصوص ملفات أخرى مدل بالملف الليبي مثلا موضوع الغاز الذي تكلمنا عنه الآن مواضيع تتعلق بالخفض مستويات التوتر في منطقة الساحل والصحراء هذه ملفات الحارقة التي تؤرق ليس ألمانيا فقط تؤرق القارة الأوروبية بأكملية وتؤرق العالم المغرب لديه ليس فقط الرؤية السليمة والدقيقة لديه أيضا الخبرة والتجربة ومدام استطاع المغرب بثباته وبصموطه وبنضاله الدبلوماسي أن يجلب دولة مثل ألمانيا لكي تغير وجهة نظرها وتأتي إلى وجهة نظر المغربية وتؤكد عليها وتشيد بها إذن فهو قادر على أن المغرب يحوز تقتل قوى العظمى كلها ليس ألمانيا فقط يعني جميع دول العالم حتى الولايات المتحدة الأمريكية كندا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي بأكمله كل القوى العظمى الآن الصين كلها تتبنى وجهة نظر المغرب بخصوص ما يجري وما يعتمد داخل القارة الإفريقية لأنه داخل القارة الإفريقية الآن تنسج جميع قضايا السياسة الدولية المعاصرة بدءا بموضوع المجامع الإرهابية والتطرف موضوع التجار في البشر قضايا الهجرة مشكلة البيئة قضايا الغاز الطاقة والمصادر الطاقة الجليدة كل هذه القضايا من الممسك الآن بزمام اللعبة وبخيوط اللعبة في كل هذه المنطقة؟ هو المغرب هو البلد الذي راكم طوال عقود من الزمن وزخم هذا المراكمة دياله خلال العقدين الماضيين وتمكن من أن يصبح أهم مرجع في السياسة الدولية الآن المغرب أنا أعتقد أنه أنا أؤمن بما أقول يعني بالعلم بالمعطيات يعني هذا كلام ليس للإنشاء هذه معطيات دقيقة نتوفر عليها الآن مثلا البنين ودولة البنين مثلا التي هي من أو الدولة المحادية لنيجيريا والتي سيمر عبرها مثلا خط الغاز نيجيري المغرب منذ عقدين من الزمن وهي الشركات المغربية في البنيات التحتية تعمل في هذه الدولة وشركات عميقة وطويلة ومنخارطة فيها بشكل دقوب كوديفوار مثلا كل الدول الآن في هذه المنطقة غرب إفريقيا ومنطقة الساحل لدى المغرب حضور قوي فيها على مستوى المعطيات على مستوى الدعم التنمية لعلاقة مع الشعوب لعلاقة مع مؤسستها هذا يعيه الألمان جيدا ويعيه غيرهم نعم المحلل السياسي يبدو الفتحنا نشكرك على كل هذه الإضاحات ونلقاك في فرصة قادمة إن شاء الله شكرا لك